صوت الله هو المغني المغني بجناحين من الشعر على روضة فني يا دمشق يا دمشق يا دمشق يا دمشق كلنا في الفجر والأمال شرق يا دمشق وقمر سوريا حاضر معنا اليوم مشاهدين الكرام وأجمل العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية هي الإداعية المتعلقة بالفنون خصوصا الشعرية سعيدين بوجودك معنا اليوم قمر وخلينا نبدأ بانتباع بزيارة السودان ولا عارف إنها هي أول زيارة أي أول زيارة يعني أنا سعيدة جدا ودائما من كتر ما عم أشرح هذا الشعور يلي حتى الشاعر يجز عنه بقول أول ما دخلت يعني حتى من سماء السودان حستيت في قصيدة من الأضواء بعدين لما نزلنا حستيت في حميمية من أول ما نزلنا بالطيار يعني أنا الأبنة إلى جانب الطائرة جريبة جدا بعدين في إحساس إلك بتحسه بطمأنينة طمأنينة ما بعرف شون راحة يعني راحة نفسية أنا أول مرة أزور مكان طبعا أنا بعرف الأصدقاء الشعراء السودانيين كأخوة ابتهال وغوض الحاج وأسماء كثيرة تقينا في مهرجانات مختلفة في الوطن العربي بس إحساسك بأنك أنت ابن هذا يمكن علاقات قديمة يمكن تاريخ يعني في شي بيربط سوريا والسودان ومصر بهيك شيء سلاسية أو علاقات روحية خلينا نقول يعني حشاكرين جدا على هذا الإطراء اللطيف يعني اللي بتذكره في هذه الحلقة والله ما إطراءنا أنا إطباع إطباع صادق جدا نتمنى برضو أن كل زيارتك في السودان تكوني مستمتعة بيها يعني خصوصا إحنا يعني هذه الأيام في الشتا فالجو شوية كده لطيف عندنا في السودان نتحدث عن نتحدث عن الأدف في دمشق وفي سوريا اللي على مرة التاريخ ظلت متميزة والأدباء والكتاب في ضروبة الكتابة المختلفة مشبعين جدا عندما تقرأ لهم أو تسمعهم يعني يعني ما سير هذا الجمال رغم الصعوبات والنكبات والحروب والحزن الذي يكون في سوريا لكن عندما تكتب سوريا وعندما تقرأ وعندما تغني فهي تمتع دائما يعني أولا سوريا التاريخ سوريا درعا تحكي عن آلاف سنين عمر آلاف سنين نكبات عديدة مرأت عليها أكبر من كل نكبة أكبر من الأخرى ولكن يمكن هذه النكبات اللي بتصيب أي إنسان على مستوى الشخصي بتقويه فما بالك ببلد هاي نقطة من نسبة للأدب والثقافة فيه اللغة العربية اللغة العربية هي هاجس أشخاص وهاجس يعني دائما بقولوا نحن نتقن اللغة العربية حتى لأنه فيه تقوية بالمدارس حتى فيه رغبة بالأشخاص أنفسهم والشعر والأدب هو لغة عربية أولا يعني أي حدا بده يكتب بده يكون متقن هذا هذه اللغة هذه الصرف والنحو والكذا وفيه عندنا كمان اهتمام بالمنابر يعني إحنا في المنابر أو الأمسيات والمهرجانات يعني كما لحظت هنا لا يقف شاعر على منبر قبل أن يمر بمراحل سيسميها الولادة السليمة خطوات خطوات مش أي حد بيطلع يوقف على منبر ويقرأ شعر يطلق عليه لقب شاعر دعم وبده يقرأ الدام كما شفنا فيه مهرجان دام ناس أقل حدا منهم عنده عشر روايات أو خمس دواوين شعرية بيحس بالمسئولية أنا بدي أقرأ قصيدة أمام هؤلاء يعني يجب أن تكون متقنة متقنة تماما نعم يعني قمر الشعر هو جميل ويعني إحساس مرحف للكاتبة والشاعر في أبيات الشعر بيصهر لواقع ممكن يكون عايشه لمكان ممكن يكون حبيه حتى لجوم ممكن يكون هو عاشه في زمن من الأزمنة هنطلع من تغليدية السؤال ونسألك وتعلينا عن أنت بتكتب الشعر من أنت في رحم أمك كيف تعليلي ذلك؟ أنا يعني بيقولك أنه حتى ما يكون كمان تقليدية بالجواب بيسألوني متى بدأت الكتابة؟ أنا بقول لهم ابن الطفولة يعني أنا صف سادس اتدائي ما بعشو أنتو بت سادس اتدائي نشرت في جريدة جريدة الشباب وأدب الشباب ولهيك فلهيك بقول هناك في رحمي أمي كتبته أول قصيدة بدليلي أنها ضلت في المشفى تعاني من نزيف الحروف فرد أخر سألني فأنا شو بدي أجيب؟ أجيب قلت له لم تعترف أمي بما اقترفته في حق الألم هي دائما تحكي عن الفرح المسافر منذ أرقها مجيئي عن محاولة اغتيالي حين كنت برحمها هي جدتي قرأت على أذني فاتحة اللغات وملحتني بالقصيدة ملحتني بالقصيدة أقسمت أني ولدت وكان فيك في قلم أكدت أني كنت عم بكتبه هناك برحم أمي يعني زار قباني عندما كتب هذه دمشق وهذه الكأس والراحة أني أحب وبعض الحب ذباحه يعني العاطفة أيضا واحدة من أكبر المحركات والملهمات في الكتابة الشعرية وأجمل الكتاب عندما تكون مرمزة يعني الربط بين الرمز والعاطفة يخرج قصيدة تكون ممتعة جدا للقار يعني ماذا كتبت في هذا الضرب نعم أنا يعني بحب أنه حتى بيقولولي أنه ساعة تكتبي عن أوضاع معينة بحب ما أعطي قصيدة مباشرة بحب أنه بوصلك الحب بالسياسة إذا بدي أقولها يعني ما بحب أكتب قصيدة مثل نشرة الأخبار يعني مثلا بقول لكن ما أنا أعوزين قصيدة كاملة لكن ما أنا أعوزين قصيدة كاملة لا أفرجيك بس الفكرة طيب طيب فبيقولولك أنه يعني أنا بدي أحكي عن علاقة الرجل بالمرأة بدي أحكي عن السياسة كذا فأجيت كتبت إلى رجل عصري لكي أوصل لك الفكرة بقول تحب أن تكون سيدي وتدعي بأن في فكر الهوى مرفوضة ملامح السيادة وقائدي وفي الهوى تقول لا مجال للقيادة وحاكما على سرير لحفتي وكنت في كل الخطابات التي أتقنتها ضد الإبادة بأي منطق تريد أن أموت في سبيل عشقنا وتربط الإرهاب بالشهادة وأن تكون في مثابة الإله لي وفي الهوى تحرم العبادة وأن أبيح قبلتي لمن يريد في قصائبي وأنت تكره التي تجرأت وتلعن التي تمردت وتعشق التي تكون مثل أمة العرب مستوبة الإرادة لا لم تكن أنت بن زيدون دكي أقابل الغرامة بالهيام لا ولا أنا ولا دك يعني بكتب قصيدة بحب أن أحب فيها رموز معينة فأنا بكتبع عن الحب أو أي شيء إحنا حزينين دانو حنفارق هذا الجمال قمر صبري الجاسم من سوريا قمر سوريا بالتأكيد ومشاركة في بيت الشعر بالخرطب سعيدنا بيك الله حسنا الله حسنا صباح الخير على الكل وأنا سعيدة لأني موجودة في السودان وأكيد لن تكون الأخيرة هذه الأولى إن شاء الله ليس شاء الله لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ